كما أكد دورداني أن ورقة الحقوق الكردية ستنفذ على ثلاثة مراحل تنفيذية وتشريعية من بينها اتفاقي السنجارة وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي كما أشار إلى أن تشريع قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي وغيرها من القوانين ستكون على الجانب التشريعي مما يتطلب وقتا لتشريعها كما بيّن أن حقوق الإقليم في الموازنة العامة أمر مهم مؤكد أن قدوم وفد من حكومة الإقليم للمشاركة في مفاوضات إعداد الموازنة الورقة الكرد أو الحقوق التي طلبها الكرد هي قسمت على ثلاثة مراحل تنفيذية وتشريعية التنفيذية هي تنفيذ اتفاقي السنجار إضافة إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الأمر الآخر هي الأمور التشريعية منها هي مسألة القانون النفط والغاز المحكمة الاتحادية ملس الاتحاد هذا يتطلب وقت يعني هناك ثلاثة أشهر هي موازنة الاتحادية وحصة دقليم كودستان الذي سيشارك الوفد خلال أيام القادمة مع بغداد ستة أشهر لإكمال القوانين منها قانون النفط والغاز والسنة لإعداد انتخابات خاصة انتخابات مجالس المحافظات لأنها مهمة جدا في المرحلة القادمة خاصة أننا في نينوة وفي كاركوغ وفي دياليل هناك تجاوز وهناك تعريب مرة ثانية أو ثالثة من قبل محافظ كاركوغ وتجاوزات على المناطق الكردستانية خارج إدارة تقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر